طبيب هانادي مهنة يكشف سر نحافتها كتير قوي بيا خجالوا ان هم يقولون اعملوا عمليات لسه نحافة هانادي مهنة شغلة رواد السوشيول ميديا وصورها بعد البودي ترانسفورميشن بتتصدر للتشند لحد النهاردة بعد اول مجموعة صور نشرتها من بيروت وصدمت بيها الجمهور وكدرت التساؤلات والتحليلات بشكل كبير بالرغم من تأكيد والدها هاني مهنة بانها ما خضعتش لأي عملية تنحيف الى ان الصورة اللي نشرها دكتور اسامة طاها استشاري جراحات السمنة والتجميل اللي بيتابع حالتها من جوه عياته فتحت باب الجدل بشكل كبير وإيتي بالعربي قابل دكتور اسامة عشان يكشف لنا مراحل السليمينج ستيج اللي خضعت لها الناس بتيجي عندهم من دايقة من زيادة الوزن ومن دايقة من توزيع الدهون ومن دايقة ان في زيادة في وقت معين وكلمنا اخدنا التاريخ كله اللي موجودة اخدنا الكميات اللي زايدة شكلها ايه عملنا الانبادي بتاعنا عرفنا كتل الدهون قد ايه كتل العضلات قد ايه محتاجين ننزل ايه والحمد لله اشتغلنا على الموضوع ومنزلنا كويسي حمد لله والبروسيدور دي احتاجت من هنادي التزام كبير لمدة خمس شهور تقريبا عشان توصل للنتيجة المطلوبة هنادي بجد كانت بني قدمة ملتزمة للغاية بغض النظر هي عملت ايه من دي خصيات خصها هي يعني لكن هي كانت بني قدمة ملتزمة للغاية بكل التعليمات اللي احنا قلناها فعملت تغيير جزري no time بصراحة كانت ملتزمة للغاية بالنظام اللي احنا حطينه وبالاسلوب الحقيقة اللي احنا قلنا عليه بحيث ان هي تنزل وتنزل بصحة وتنزل من الكتلة الدهنية تنزلش من الكتلة العضلية وبين ان هنادي لسه ما وصلتش لنتيجة نهائية وقدامها مراحل كتيرة يعتبر الرابط من مرحلة التثبيت وبناء الكتلة العضلية بطريقة مظبوطة عشان يبقى شكلها مظبوط ومشدود وتمام تمام يعني هي دلوقتي في المرحلة دي موضوع كله في اي حاجة احنا بنعملها او اي اجراء احنا بنعمله او بنغير اجراء هو في المايندسيت هو في تغيير نفسه المايندسيت تغير هو ده الضامن الوحيد والرئيسي لانجاح اي حاجة احنا بنعملها ويستمر عليها وهنادي مش السليبرتي الوحيدة اللي بتخضع للنوع ده من التنحيف كتير قوي بياخ جالوا انهم يقولون اعملوا عمليات وخصوصا الناس المشهورة والاوساط الفنية او غيره ده ما يعيبش حد في حاجة ولا 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 غيره ولكن دي حرية شخصية احنا عملنا سليبرتيز كتير ما عملوش القلبان ده اللي عملته هنهادي بصراحة وهي قلبة الدنيا بصراحة الناس كلها كانت مستنيها تخسر مادام هو ده زاهر طبعا الهانم ساوسام بدر طبعا مبسوط قوي انا بحكيم خالص يجنن لما نزل معانا في الوزن بسم الله ما شاء الله يعني قلبة الدنيا تامر حبيب كنا عمليها برا مصر وجيها عملنا له حاجة تاني هنا عشان ما كانتش مظبوطة قوي وامره مش كويس جدا عشان ما كانتش مظبوطة قوي وامره مش كويس جدا